بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن الآيات الواردة في القرآن العزيز بعيب الدنيا والتزهيد فيها وضرب الأمثال لها كثيرة فخولي تعالى زين للناس حب الشاوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب وخولي سبحانه وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله وقولي عز وجل إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنب الأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون وأما الأحاديث ففي الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع وفي حديث آخر الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر رواه مسلم وفي حديث آخر لو كانت الدنيا تعدل عند الله جنح بعوبة ما سقى منها كافرا شربة ماء رواه الترميذي وقال حديث حسن صحيح وفي حديث آخر ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالما ومتعلما رواه الترميذي وقال حديث حسن وكتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز في ذنب الدنيا كتابا طويلا فيه أما بعد فإن الدنيا دار ضعن ليست بدار مقام وإنما أنزل إليها آدم عقوبة فاحضرها يا أمير المؤمنين فإن الزاد منها تركها فإن الزاد منها تركها والغنى فيها فقرها والغنى فيها فقرها تذل من أعزها وتفقر من جمعها كالصم يأكله من لا يعرفه وهو حتفه فاحضر هذه الدارة الغرارة الختالة الخداعة وقال مالك ابن دينار اتقوا السحارة فإنها تسحر قلوب العلماء يعني الدنيا ومن أمثلة الدنيا قال يونس ابن عبيل شبهت الدنيا كرجل نائم فرأى في منامه ما يكرهه وما يحب فبينما هو كذلك انتبه ومثل هذا قولهم الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا والمعنى أنهم ينتبهون بالموت وليس في أيديهم شيء مما ركنوا إليه وفرحوا به وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يؤتى بالدنيا يوم القيامة في سورة عجوز شمطاء في سورة عجوز شمطاء زرقاء أنياب هبادية مشوه خلقها فتشرف على الخلق فيقال هل تعرفون هذه فيقولون نعوذ بالله من معرفة هذه فيقال هذه الدنيا التي تشاجرتم عليها وبها تقاطعتم الأرحام وبها تحاسدتم وتباغدتم واغتررتم ثم تقزف في جهنم فتقول يا رب أين أتباعي وأشياعي يا رب أين أتباعي وأشياعي فيقول ألحق بها أتباعها وأشياعها وعن أبي العلاء قال رأيت في النوم عجوزا كبيرة عليها من كل زينة والناس عكوف عليها متعجبون ينظرون إليها فقلت لها من أنت ويلك قالت أما تعرفني قلت لا قال أنا الدنيا فقلت أعوذ بالله من شرك فقالت إن أحببت أن تعاذ من شري فأبغض الدرهم إن أحببت أن تعاذ من شري فأبغض الدرهم فنسأل الله عز وجل أن يبصرنا بحقيقة هذه الدنيا وأن يجعل لقاءه أسماء مانين اللهم أمين اللهم أمين